قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ أهلا أعزائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا عن كلمات مرثة التي قالتها للرب يسوع المسيح يا سيد لو كنتها هنا لم يموت أخي هذه الحادثة موجودة في بشارة يحنى الإصحاح الحادي عشر وحقيقة أنه كل الإصحاح بيتكلم عن موت لعازر وقيامة لعازر من الأموات والحديث ما بين طبعا الموت والقيامة والحديث ما بعد القيامة اللي ضار وشو عملة هذه المعجزة في المنطقة في منطقة أورشاليم دعوني في البداية أقرأ بعض الآيات من بشارة يحنى إصحاح إحدعش دعوني أبتد من الآية الأولى أو دعوني أرجع قبل هذه الآية مكتوب في إصحاح عشر آية تسعة وثلاثين فطلبوا أيضا أن يمسكوه أي يمسك يسوع فخرج من أيديهم ومضى إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يحنى يعمد فيه أولا ومكث هناك يعني بيرجعنا للإصحاح الأول كان يحنى المعمدان يعمد الناس في منطقة تسمى بيت عبرة هي عند نهر الأردن حاليا من الجهة الأردنية فحاولوا يمسك يسوع فذهب يسوع إلى هذه المنطقة اللي قريبة من البحر الميت اللي هي تقريبا مقابل منطقة أريحة ومكث هناك نشوف بإصحاح دعش وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعازر وبعدين لما بيسألوا عن المريض أن يسوع مكث في نفس المنطقة وهو كان عاوز يرجع إلى اليهودية يعني منطقة أور شليم وقالوا التلميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار إثني عشرة إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه وبعد ذلك قال لهم لعازر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقذهم وطبعا بتكمل القصة في آية 17 فلما أتى يسوع يعني مشي من منطقة الغور غور الأردن عند نهر الأردن وين كان يحنى المعمدان يعمد في أخفض منطقة صعودا إلى جبل الزيتون اللي هو منطقة عالية جدا جبل الزيتون مقابل أرشاليم فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعة أيام في القبر وكانت بيت عنيا قريبة من أرشاليم نحو خمسة عشرة غلوة يعني بالتحديد ثلاثة كيلومتر لأن بيت عنيا شرقي جبل الزيتون تبعد عن البلد القديمة عن منطقة الهيكل قديما داخل الأصوار اليوم تبعد ثلاثة كيلومتر وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزهما عن أخيهما فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البين فقالت مرثى ليسوع موضوع الحلقة يا سيد لو كنت هاهنا لم يمت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه قال لها يسوع سيقوم أخوك قالت له مرثى أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم يبارك لنا الرب بكلماته على ما سامعنا في هذا الوقت